طبعا اليوم صار التصعيد لأسباب أول سبب من عدهين اللي هي تصريح ويصير النفط باطلاق الاستمارة الإلكترونية النقطة الثانية لحد الآن ماكو كتاب صدر من رئيس الوزراء إلى وزير النفط اللي هي يخصنه مثلنا مثل باقي المعتصمين اللي صدرت بهم كتب والنقطة الثالثة النقطة الثالثة هي بعض الجهات السياسية اللي موجودة بالمعافظة وإله نفوذ قوي يتحاول توصل لهاي الدرجات بكل شكل من الأشكال احنا وشي احتياط شركتنا في الضيقار صاير على احتصامنا سنة أو نص محتصمين بهالبرد بهالحر والشمس وإحنا كبنات لحد الآن ما أننا أي شيء خصوصا أننا محافظة الناصرية محافظة منكوبة ولحد الآن وزير النفط مجرد مخاطبات من شركتنا في الضيقار إلى المحافظة يعني ما حد جاي يسمع صوتنا والمطوه الأساتي حاليا نريد أنه إدراجنا نحنا كاحتياط نفط الشركة الضيقار لأنه إحنا تعبنا وصلنا للمرحلة بعد ما نقدر نصبه المطلوب أنه إدراجنا ضمن موازنة 20-21 من قبل وزارة النفط لأنه حاليا الوزير مصر أنه على الاستمارة الإلكترونية نحن مع تصمين شركتنا في الضيقار صعنا سنة ونص من شهر العاشر 2019 لهذي اليوم ما نعرف مصيرنا شنو يعني السنة ونص كامل نحن مع تصمين ومحد بحانا لا برلمان يباوعنا لا مدير شركة لا مدير مصفة عاتب ناشدنا كل النواب ومحد منعتهم قال شن هذولي يعني السنة ونص شنو ما صعنا نعرف يعني عينة والبقية وبقى وإحتياط وما نعرف مصيرنا شنو رحنا رئيس وزراء عاتبناه كتاب وما صار وزيرنا في فوق يقول رافض مدير الشركة يقول ما رفع كتاب مدير مصفة يقول ما رفع الكتاب الحد الآن ما نعرف مصيرنا شنو